سعيد من أبوظبي يسأل يقول إذا أراد الرجل أن يتزوج الثانية والأولى اعترضت وقالت إما أن تطلقني وإما أن تترك هذا الزواج يعني خيرته سعيد بارك الله فيك أولا بالنسبة للزواج بالثانية ما يلجأ إليه الإنسان إلا إذا كان قادرا على الجمع بين المرأتين وأن يكون عنده القدرة والطاقة والاستطاعة في ذلك لقول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم أو ما ملكت أيمانكم ولذلك لا يجوز للرجل أن هكذا يتقدم لخطبة امرأة أو يتزوج امرأة وهو غير قادر على أن يفتح بيتين كما يقولون بالعامية أما إذا كان قادرا على الجمع بين امرأتين فليس لأحد الحق أن يعترض عليه لا زوجته ولا أهله ولا قريب ولا بعيد ما دام أنه محتاج إلى ذلك وأيضا عنده القدرة على العدل العدل في المسكن العدل في المأكل والمشرب والملبس والعدل في بقية الأمور وذلك لأن الله تعالى أباح التعدد لأن الله تعالى أباح التعدد الأمر الآخر أخي الفاضل ما يخص موضوعك الإنسان هنا العاقل هو الذي ينظر في المصالح والمفاسد فبعض الناس يرى بأنه إذا أصرت المرأة على الطلاق وقالت له إما أنا أو يعني تتزوج وهو يرى بأن ذهاب امرأته الأولى سيترتب على ذلك مفاسد كبيرة من ضياع الأولاد وشتاتهم وشيء من هذا القبيل العاقل هو الذي يقدر المصالح والمفاسد يقدر المصالح والمفاسد لأن النساء يختلفنا من النساء من ترضى وتصبر من النساء من ترى بأن زوجها بحاجة إلى مثل هذا ولذلك تصبر من النساء من لا تصبر وتغضب لكن ما تفكر أبدا أنها تطلب الطلاق وتكسر بيتها وتهدم حياتها وحياة أسرتها مثلا فأنت يعني قلت المرأة الأولى خيرتني إما كذا وإما كذا انظر إذا كانت جادة وأنت تتوقع وترى بأن هذا سيترتب عليه مفاسد أنصحك بأن لا تفعل يعني الإنسان مثل ما يقولون رأس المال أولى بالتمسك به من الأرباح مثلا يعني أما إذا تقول والله لا المرأة هكذا مجرد تهديد وأنت تعرف هذا الشيء تقدم على الزواج ما دمت أنك محتاج لذلك بارك الله فيك